المناطق العازلة بين البيشمرقة والجيش العراقي حيث تتوقف عمليات ملاحقة خلايا تنظيم الدولة الفارة من عمليات مطاردتهم في كركوكا القريبة يجتهد قادة المؤسسات الامنية الاتحادية وفي الاقليم لإيجاد مقاربة تعيد انتشار القوات الامنية في مناطق يختفي فيها أي حضور امني ورغم اخفاق معظم القادة في بغداد واربيل في التوصل الى مشاركة ثنائية في العمليات ضد تنظيم الدولة الا ان تبادل المعلومات الامنية مستمر عملياتنا مستمرة تنسيقنا العالي مستمر استهدافنا وحصولنا على المعلومات كبير جدا سواء من قبل القوات الاقليم او من التحالف الدولي او من قيادات العمليات الامنية المشتركة تبادل المعلومات عن خلايا تنظيم لا يعني مداهمة اوكاره في المناطق العازلة ولا يعني ايضا السماحة للبيشمرقة بدخول اراضي كاركوك هذا هو اخر تمثيل للبيشمرقة في كاركوك بعد ان تمكنت القوات الاتحادية من استعادتها عام 2017 المناطق العازلة بين الطرفين او ما يعرف بالخط الازرق استغلها تنظيم الدولة لاعادة التموضع والاختباء عند الشروع باي عمليات قده عزم الشرع العربي كاركوك